في هذا الانطلاق الجميل والتحدي نتابع الانطلاق نتابع التحدي نتابع الاثارة مشاهدين ومتابعين الكرام في هذا الانطلاق الجميل والتحدي صدارة هذا الشوت هنا والمنطلق على الصدارة مرسال يأتي على الصدارة محمد بن حمد بن هيان الا عامري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الاول شاهي في المركز الثاني يتواجد سالم بن محمد بضبيعة لاجتبي من يأتينا على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث والمنطلب هناك يأتينا سلهود مطر بن محمد بن علي بلغريني المنصوري من ينطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع صغان مبارك بن حمد بن سالم الاجتبي والوصول هنا في هذه الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدين الكرام هنا هذا الانطلاق الجميل يأتي الخوار غلام بن موسى بن أحمد لبلوشي في هذا الانطلاق المميز ينطلق إلى المركز الرابع وفي المركز الخامس هنا يأتينا هذا الانطلاق ينطلق إلى الثالث المركز الرابع وصل هنا هملول حمد بن سالم بوثم العامري من يأتينا رابعا وفي المركز الخامس صغان مبارك بن حمد بن سالم الاجتبي وهناك الفائز علي بن عبيد بن حمد الاجتبي من ينطلق على المركز السادس المركز السابع شاهين سالم بن محمد بضبيعة الاجتبي هنا بهذا الانطلاق المميز وفي المركز الثامن ثامن مراكزنا صغان محمد بن راشد بن خليفة لغفلي من يأتينا ثامنا وفي المركز التاسع المركز التاسع قادم معلن سيد بن عبيد بن حميد بن عابد لمهيري على المركز التاسع وفي المركز العاشر مرعياتنا على المركز العاشر خليفة بن سالم بن حمد بن ادريا الفلاحي من ينطلق على المركز هنا أيضا العاشر هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق هو التحدي الجميل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز هو التحدي نعود إلى صدارة نعود إلى المقدمة وإلى الخوار المنطلق على صدارة هذا الشوط المنطلق على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة هنا الخوار في هذا الانطلاق الجميل مضفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني ويأتينا هملول حمد بن سالم بوثم العامري من يأتي على المركز الثاني وفي المركز الثالث مرسال محمد بن حمد بن هيان العامري من ينطلق على المركز الثالث وسلهود في المركز الرابع مطار بن محمد بن علي بن قريني المنصور من يأتينا على رابع المراكز وفي المركز الخامس الفائز علي بن عبيد بن حمد ينطلق على المركز الرابع أو الخامس في هذا الأداء الجميل وفي المركز السادس وصل شاهين سالم بن محمد بالضبيعة لاجتب مع شاهين هنا هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة ومن الجانب الآخر صغان مبارك بن حمد بن سالم لاجتب ينطلق هنا على المركز السابع وفي المركز الثامن مرعي مرعي على المركز الثامن هنا خليفه بن سالم بن حمد بن دريل فلاحي ينطلق بهذا التحدي والإثارة مع مرعي بهذا الأداء الجميل هناك معلن أيضا يتواجد معلن بهذا الانطلاق صيف بن عبيد بن حميد بن عابد لمهيري وعاشر مراكزنا وصل شاهين محمد بن عبد الله بن معيض من يأتينا بهذا الانطلاق وتحدي الجميل نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي يأتينا هملول على الصدارة حمد بن سالم بوثم العامري على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني هنا يأتينا الخوار على المركز الثاني في هذا الانطلاق الجميل والتحدي أغلام بن موهم لفر بن أغلام بن موسى بن أحمد لبلوشي هنا على المركز الثاني وفي المركز الثالث سالهود على المركز الثالث سالهود ينطلق على ثالث المراكز بهذا الأداء الجميل مطعر بن محمد بن علي بالغريني المنصوري ومرسال مرسال هنا لمحمد بن حمد بن هيان العامري مع مرسال على المركز الرابع المركز الخامس ونتأخر ونأخذ المركز الخامس في المجموعة الأخرى هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثار ما شاء الله هناك أيضا مجموعة من الزمول في هذا الشوط أكثر من ثلاثة وثلاثين مشارك هنا الوصول في هذه اللحظات بهذا الأداء هنا يأتي الفائز في هذا الانطلاق في هذا التحدي علي بن عبيد بن حمد الاكتبي مع الفائز هناك شاهين محمد بن عبد الله بن معيض النيادي ووصر نجم سهيل نجم سهيل علي بن سعيد بن محمد الخاطر قائد فيل قسوان يتواجد بهذا الانطلاق الجميل وأول ندى مع نجم سهيل أول ندى ينطلق بالتحدي ينطلق بالإثارة ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل نجم سهيل يتسلل من مركز إلى مركز الوصول على المركز الثامن المركز الثامن مرعي خليفة بن سالم بن حمد بن دريب الفلاح من يصل هنا مع مرعي على ثامن المراكز المركزي التاسع يأتي هملول بهيان بن عامر بن قانوش العامري على المركز التاسع وتاسع وفي المركز العاشر شاهين سالم بن محمد بضبيعة لاجتب مع شاهين على المركز العاشر هذه هي النتيجة وما خلف المراكز العشرة الأولى هناك أيضا أسامي هناك شعارات ما شاء الله تتواجد بهذا الانطلاق الجميل هو التحدي ما شاء الله شوط 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 أيضا يحمل أسامي يحمل شعارات يحمل أداءات جميلة يحمل تحديات متميزة هنا الصدارة هنا المقدمة المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع هملول على الصدارة وعلى المركز الأول هملول المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة حمد بن سالم بوثم العامري من ينطلق على المركز الأول المركز الثاني يأتي مرسال على المركز الثاني هنا بهذا الانطلاق محمد بن حمد بن هيان العامري على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث والمنطلق هنا بهذه اللحظات الخوار يأتينا ثالثا ولكن أرى نجم السهيل نجم السهيل بدأ ينطلق إلى المركز المركز الثالث عفوا هنا سلهود لمطر بن محمد بن علي بن قريني المركز الرابع نجم السهيل يأتي في المركز الرابع هذا الانطلاق علي بن سعيد بن محمد الخاطري هنا قائد في لقسواني ينطلق من مركز إلى مركز الوصول هنا بن قانوش قادم مع هملول بهيان بن عامر بن قانوش العامري ووصل أيضا اسم جديد الشامخ محمد بن عبدالله بذهاني النعيمي ومرعي مرعي يتواجد مع الثنين كيلومتر هنا مرعي بهذا الانطلاق الجميل خليفة بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي والوصول هنا من شهيد سعيد بن جعفر بن مرخان لإقتبي ووصل الصير وصل الصير بأول ندى هنا للمحنق سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لإقتبي من يصل مع الصير بأول ندى بهذا الانطلاق بن معيضد هناك مع شهيد محمد بن عبدالله بن معيضد النيادي وهنا أيضا الوصول والتحدي والإثارة من المختبر عبدالعزيز بن راشد بن سعيد لإقتبيوا سلوم التحديات قوية التحديات قوية وهملول على صدارة هملول على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط هملول المنطلق حمد بن سالم بوثم العامري على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المسيطر مرسال على المركز الثاني مرسال قادم على المركز الثاني هنا لمحمد بن حمد بن هيان العامري والوصول المختبر عبدالعزيز بن راشد بن سعيد اللي اقتبي من ياتينا الوصولي كذلك من هجامة محمد بن عبدالله بن حمد بن سعيد بن ملهية من وصل على المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس الشامخ محمد بن عبدالله بن ثاني النعيمي والوصول من شهيد سعيد بن جعفر بن مرخان اللي اقتبي سادسا المركز السابع شهيد هنا أيضا في هذا الانطلاق محمد بن عبدالله بن معذن النيادي والوصول من هملول احمد بن سيهب الضبيع الاكتبي ما عاملول بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والسلوم بدأت الاثور ولكن الصدارة الصدارة صدارة صدارة هناك مع مرسال من غير على المقدمة غير على الصدارة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشهوط هنا مرسال محمد بن حمد بن هيان اللي عامل من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول كما عودنا هذا الشعار ولكن اروا المختبر 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 عبدالعزيز بن راشد بن سعيد اللي اجتبه من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول هو تشاهدون اذا المختبر على المركز الاول المركز الثاني الشامخ الشامخ لمحمد بن عبدالله بن ثاني النعيم من يأتينا على المركز الثوني ولكن هنا المختبر المختبر على الصدارة المختبر على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور يسيطر على الصدارة على المركز الأول المختبر هنا ينطلق بالتحدي عبد العزيز بن راشد بن سعيد لاجتبه على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول صدارة هذا الشهود سلام 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 على هذا الأداء الجميلة تهانينة والنموس على هذا الفوز للمختبر هنا عبد العزيز بن راهي من سعيد اكتبيه المركز الثاني شامخ وصل هنا محمد بن عبدالله من ثاني هناك شاهد نسعيد بن جعفر بن مرحان المركز الرابع وصل مرسال حمد بن حمد بن هيان العامري المركز الخامس هملول أحمد بن سيب الضبيعة هذه هي النتائج للمراقز الخمسة الأولى فعناها على حضاراتكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول في هذا الانطلاق الجميل بثلاثة دقيقة سبعة وثلاثين ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية تهانينة والنموس العبد العزيز هنا أيضا بن راشد بن سعيد اكتبيه على هذا الفوز الجميل للمختبر المركز الثاني وصل هناك الشامخ محمد بن عبدالله الثاني النعيمي هنا أيضا ثلاثة دقيقة تسعة وثلاثين ثانية أربع من الأجزاء من الثانية تهانينة والنموس على هذا الأداء الجميل بينما المركز الثالث مشاهدين ومتابعين الكرام كان هناك أيضا الوصول هنا من شاهين سعيد بن جعفر بن مرحان نكتبيه شكرا الحفز إذر التعديق 41 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية تهانينة والنموس تهانينة لجميع الفائزين